تنامت فتصاعدت فاقتربت من حجز 150 مليار دولار هكذا تشير القراءات الاقتصادية لدى صندوق النقد الدولي والمستشار المالي لرئيس الوزراء حول إيرادات العراق خلال العام الحالي مكاسب تتابعية ترتفع بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا عندما ننظر إلى واردات العراق بهذه الأشهر واستغلال الحرب الروسية الأوكرانية موارد كبيرة وضخمة جدا التصل هذه الموازنة في هذه المرحلة إلى 150 مليار بل وصل واردات النفط في شهر واحد إلى 11 مليار ونص في هذه المرحلة الارتفاع الكبير في عائدات النفط والذي يشكل تغييرا سنوي سيبلغ 73% عن العام الماضي يعد فرصة سانحة بحسب رؤى اقتصادية في إمكانية استثماره لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل إلى جنب إطفاء ما تبقى من الديون الخارجية هناك وفرة مالية هذه الوفرة يعني يجب أن تستثمر أولاً بالعراق يعاني عجز بالميزانية يتحسن هذا العجز زائداً أكو ديون خارجية ودون داخلية يجب أن تصفها ثالثاً أي أموال أخرى ممكن أن تستخدم كرصيد للخزين السراتيجي للعراق فيما تشير مصادر مطلعة أن الصرف على الإنفاق الاجتماعي والتصدي للفقر سيحظى بالأولوية الأولى من استثمار هذه الإيرادات المتآتية إضافة إلى اليسر بالإنفاق الاستثماري الملازمي لتنفيذ المشاريع الستراتيجية تساؤلات عدة تثار حول آليات استثمار الإيرادات المتحققة فستسم الزيادات من ارتفاع أسعار النفط في حلحلة الأزمة الاقتصادية وغيرها من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير